الحقيقة من اول ما في دينا برنامج عشر الصبح في الاهلي ودايما ملف رياضات زاوي الهمم حاضر معنا وبمنتهى القوة وبصفة دائمة النهاردة في البقرة دي هنتكلم عن رياضات المكفوفين والتحديات والانجازات الكبيرة اللي بيحققوها مؤخرا بالمناسبة نظموا بطولة الاهرام الدولية التانية لكرة الهدف للمكفوفين وليهم الحقيقة العديد من الانشطة هنتكلم عنها وبالتفصيل وكمان هنتكلم عن خطتهم الفترة الجاية ان شاء الله مع ديوفنا لمنورنا الدكتور احمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين وكمان منورنا عمر عبد السلام لعب منتخب مصر للمكفوفين منورين الدنيا صباح الفل على حضراتكم واهلا بيكم منورنا يا دكتور احمد نورنا يا كابتن عمر الحقيقة بتقدمه يعني بطولات مشرفة واداء مشرف وشوفنا يمكن خلينا نبدأ من يعني النهاية مبارح كان معنا تقرير هام جدا عن بطولة الاهرام يا دكتور احمد وعايزين نتكلم اكتر عن تفاصيلها قبل ما ننتقل بقى لي يعني الجهود اللي بتبذلها او بيبذلها الاتحاد المصري طبعا للمكفوفين عايزين نتكلم اكتر عن بطولة الاهرام الدولية لكرة الهدف للمكفوفين كم دولة شاركت فيها ومين فاز بالبطولة يعني تفاصيل اكتر نعرف عن حياتك يا دكتور اولا انا بشكر حريب جدا تحياتي وتحياتي كريم بيه او بشكركم جدا على هذه الاستضافة يعني ودايما قلات الاهلي ما شاء الله يعني متشافة ومتابعة كمان هي هي متشافة وشايفة في الوقت نفسه كنتم معانا في المرعب اللي من اللي فاتوا شكرا لكم بطولة تهرامات مصر الدولية التانية هي بطولة ودية رسمية بمعنى ان مصر بتنظم البطولة للمرة التانية وان شاء الله تستمر بعد كده الى ما لنهاية كل سنة بطولة دولية في الاجندة الدولية اجندة الحال الدولي والفرق اللي بتشارك فيها بتكون بتأثر جدا على الرنك بالنسبة لها وعلى الترتيب في الجدول الدولي احنا بنحاول في بطولة اهرامات مصر ان تبقى عرض الفرق قليل ما بنكترش بالفرق لسبب مهم ان احنا بنعتبرها استعداد لبطولات اهم فمبدئيا بطولة اهرامات مصر احنا عاملينها عشان نحقق هدفين الهدف الاولاني ان هي خلاص بطولة دولية سنوية العالم كله عرفها وبأسبقية الارسال او الحجز من اختار الفرق اللي تناسبنا وتناسب ظروف منتخبنا لان ده الهدف التاني اللي هي تبقى استعداد لمنتخب مصر للبطولات اللي جاي فعنا عندنا بطولة في غاية الاهمية ان شاء الله كمان واحد وثلاثين يوم بالضبط من الان من يوم تمانية لخمستاشر اتناشر القادم عندنا بطولة افريقيا لكرة الهدف المؤهلة لبرالينب الجيمز في باريس عشرين اربعة عشرين فاخترنا ان تكون ده التوقيت اللي نعمل فيه بطولة اهرامات مصر والمكان في نفس المكان نفس صالة الدكتور حسن مصطفى في ستة اكتوبر لان هي الصالة اللي حنلعب عليها بطولة افريقيا نفس الامكانيات ونفس الاجواء ونفس الظروف كنا حرصين ان نبقين هذه التجربة علشان نقدم كبروفا مثلا يا دكتور احمد كبروفا زي بروفا بالضبط كده بطولة الاهرامات ناس كتير بأوكاز دولة بتقدم فيها وحضراتكم بتختاروا عدد معين يعني بيبقى الاقبال كبير عليها جدا لو نعرف حتاك اكتر تفاصيل عن المزقية دي هو احنا كان عندنا مجموعة من الدول يعني كان عندها الرغبة في المشاركة على سبيل المثال مثلا دولة زي كينيا واحنا ما حبناش او انها تشارك لان كينيا حتبقى من الفرق اللي حتنافس معنا في بطولة افريقيا يعني ما حبناش او الحكاية دي مش المفروض العكس يا دكتور احمد يعني انفوتوا بوحارسين ان انتوا تواجهوا بعض المنافسين اللي حتلطقوا بيهم لاحقك او لا يعني انا الكلام حناك سليم جدا انا موافقك لكن احنا بنعمل حاجة قريبة من هذا انا ما ينفعش ان انا اقابل المنافس بتاعي اللي حقابلني كمان شهر من النهاردة هو هو اقابله واقابله تاني كمان شهر لكن احنا بنعمل حاجة تانية ودي بتبقى يعني رؤية من الجهاز الفني ومجلس الادارة بنتكلم في المسألة دي ان انا بختار دول قريبة من المستوى اللي حينفسني المدرسة مدرسة اللعب مدرسة اللعب لان كرة الهدف فيها مدارس فنية للعب زي كرة القدم كده المدرسة البرازيلية المدرسة الاسيوية كوريا اليابان مش عارفية المدرسة الاوروبية برضو احنا عندنا مدارس في كرة الهدف فانا بختار الفرق اللي هي تناسب المدارس اللي حتنفسني فيه او اللي حنفسها في الشهر القادم فكان عندنا تلت دول معنا دولة رومانيا من اوروبا وكل فريق له سماته وصفاته الفنية يعني ده مش مجاله دلوقتي لكن اللي انا عايز اوصله ان احنا مختارين بتركيز شديد جداً رومانيا كمان عندنا المنتخب السعودي كمان المنتخب العراقي دي منتخبات قوية جداً قوية جداً وبتلعب بطرق مختلفة اللي بيها اقدر انا اقاهل فرقتي انها تواجه طرق لعبة مختلفة يعني طريقة لعب السعودية غير طريقة لعب المنتخب العراقي غير طريقة لعب المنتخب الروماني فيقدر لان احنا عندنا في افريقيا كده يعني حلائي الجزائر بتلعب بطريقة مش هي الطريقة اللي بتلعب بيها كينيا مش هي الطريقة بتلعب بيها غانا مش هي الطريقة اللي بتلعب بيها الكودفور او الكاميرون فحاولنا نعمل التنويع دي بقدر المستطاع والبطولة كانت يعني أنا مش عايز أقول ما كانش يفرق معنا إن احنا نكسب أو نخسر يعني لكن طبعا بنحب نكسب لكن لو ما كسبناش هذه البطولة مش فرق معنا يعني غرض الرئيسي بينها هو الاستعداد والتجهيز لما هو بعد هذه البطولة بالضبط فلما ربنا يكرمنا الحمد لله ونكسب البطولة كمان ونكسبها بجدارة وده دارة بمعنى الكلمة يعني الحمد لله فده بالتأكيد شيء يعني يساعدني على المستوى الشخص وأكيد أسعد عمر كمان جدا هذا الإنجاز وعايزين نعرف عمر خلفية كده عندك عندك كم سنة بدايتك مع ممارسة الرياضة بشكل عام كانت إمتى وبدايتك مع الرياضة دي تحديدا جات إزاي أهم التحديات اللي انت بطريت تخوض فيها أكبر الإنجازات اللي حققتها لغاية دلوقتي هي أكبر إنجازات بالوقت المنتخب هي بطولة الأهرامات جميل كان منتخب بعيد عن البطولات من فترة كبيرة ساعة لما دكتور أحمد مسعد بدأوا يعتمدوا على الأجيال الزغيرة فضلنا مستمريين هما تعبني الصراحة معنا من 2021 ساعة لما كان عندها بطولة أفريكيا في غانا وتأهلنا الكاس العالم كان في البرتغال وبعد كده بدأنا نعتمد على الجيل الزغير فضلنا واحدة واحدة طلعونا بطولة تركية بعد كده كان عندها بطولة كاس العالم في البرتغال بعد كده لسا رجعين من بريطانيا الأيام اللي فاتت فكل دي كانت استعدادات اللي احنا نشارك مع فرق أوروبية وفرق أوروبية مميزة أو في اللعبة دي وفرقة جامدة أوي وبنقابل فرقة من أسيا زي كوريا زي اليابان فلما بنيجي هنا نعمل بطولة الأهرامات كبطولة جامدة لأن لعبنا السعودية ولعبنا العراق بس الاختلاف اللي انت بتلعب مع ناس قوية أو بره فبتيجي هنا تحس يعني للدنيا يعني حلوة شوية الحمد لله أسهل اه بتحسي يعني للدنيا يعني أسهل الغير زي القدم لما بتمصل لو سنت لعب مع البرازيل لما تيجي تلعب مثلا في أفريكا فبتحس اللي اللعبة يعني بتلعب براحتها شوية مقدور عليهم بالمقارب اه بمقدور عليهم شوية فنفس الكلام كده لكن انت يعني أول ما مارست رياضة مارست كرة الهدف تحديدا ولا كان لك أي ممارسات رياضية في المجال التاني أنا أنا الصراحة أنا كنت بحب كرة القدم بس يعني ربما وفقنيش بسبب النظر وكده فكان عندها بطولة مدارس من أول في 2016 كان كابتن أبو بكر طلعت كان برضو هو كان عايزي جمع برضو أجال صغيرة بعد كده طلعنا المنتخب فضلنا واحدة واحدة مع المعسكرات وكده فتلمينا بعد هل أنت اسكندراني عمر ولا إيه؟ ها من اسكندراني أهلا شفت بقى جمتك زي من طلعنا نيه أسانا بلدياتك يا أستاذ بحنا بيجيب بعض وبنلاقي بعض على طلعته ولبسته ولازلته هدك عارف الحكاية دي دكتور أحي لا بس أنت أدوش كده كريم طيب دكتور أحمد خلينا نعرف منك أكتر بقى عن الاتحاد يمكن محتاجين نحن نعرف عنه تفاصيل أكتر كل الأمور يعني إمتى بدأ الأنشطة الخاصة به الدعم اللي بيلقاه من وزارة الشباب ورياضة نعرف أكتر عن الاتحاد والأمور اللي بيطمح ليها خلال الفترة المقبلة كمان يعني والله يستيكل هو حريك دغط على نقطة مهمة جدا أنا بس عايز أقول للعمر أنت ليه نسيت أنتو خدتوا تاني إفريقيا أكثر من مرة برضو دي ده يعني ميداليا مهمة جدا اللي هي المرة دي إن شاء الله بس إحنا طموحنا بعد أول يعني إن شاء الله يعني خلاص إحنا وصلنا اللي إحنا طموحنا عايزين خلاص لنا باريس وإن شاء الله جمان في باريس طموحنا إحنا نجيب ميداليا إن شاء الله لأنه مستوى أنا بقى عالي الحمد لله إن شاء الله ترجعون للميداليا إن شاء الله وحنفرح نص فرحة بس الشارع الجاي إن شاء الله عشان الفرحة الرئيسية والأساسية أو تكمل فرحيتنا بإن إحنا مش نشارك في باريس لا حاجة محترمة هناك لأن أنا كراجل كنت زيهم في يوم اللي يامه وبلعب وليه شرف إن أنا حصل لثلاث ميداليات باريس ماشاء الله وبرضه في لعبة الجولبول فيعني اتعودت على الميداليات أنا بحب الميداليات بحب أكثر بحبش أخصر وعايز أشوف ده في ولدي أنا عايز أشوف ده في ولدي وهم يقدروا إن شاء الله ومدام يقدروا يبقى بإذن الله يصنعوا نفسهم مجد ويفرحونا بيهم هم يقدروا وفي نفس الوقت واجب علينا مدور أساسي إن إحنا ندعمهم بالأسطال دول على ذكر الدعمة دكتور أحمد يعني حذك تسيدي العارفين حتى اتحادات رياضات الأسوياء في أغلبها بيعاني من نقص أو ندرة التمويل فبالتالي في حاجات كتير قوي عطلانين عليها عشان مش لقي لها موارد مليئة مبال كنتوا بقى في الحالة بتاعتكم هل عندكم مشاكل معينة فيما يتعلق بتنمية الموارد جلب معلنين إلى آخره مشاكل هو ما فيش مشاكل خالص لأنه ما فيش أي حاجة بالحاجة بتولها دي خاص ده إلهي ده الله أنت أحاول أولا قوت ألا بالله وده وضع برضو لازم نقف عنده شوي يعني آه يعني نونيوز جود نيوز يعني فهو ما فيش حاجة بتحصل أصلا بس ده وضع لازم بتغير دكتور أحمد والله يشوف هالك أكلام هالك محترم جداً وأنا موفق عليه للغاية ومن إحنا كنا في مرحلة ما كان فيه الدنيا بتتحرك شوي يمكن الظروف العامة الفترة الأخيرة كم سنة الأخيرة الأمور شوية صعبة فخلينا أقول له حضرتك أن الرعاية بيجوا بصعوبة جداً جداً لكن أنا عايز أقول أن موجودين موجودين الحمد لله هو يعني زي ما كابتن عمر كده قال إحنا مثلاً بنعمل لهم مطشرة تجريبية وبطولات ودية وسافروا التركية بحيث أن هم يعمل احتكاك ده برضو مش بالسهل وبنحتاج فيه سبونسرز وحاجات زي كده إحنا يعني بنقول الناس دول أبطال هم حققين بطولات ورفع ألم مصر وإنبارح كان السلام الوطني بيجلجل في صالة حسن مصطفى لأن مصر حصلت على الدهب والعالم بيرفرق فدول أبطال يعني لابد هم يستحقوا أن يبقى فيه سبونسرز مش النهاردة لما أجي في قناة الأهلي وخناها زي ما أنا قلت يعني قدم تشافك ويس جدا إبقى أنا السبونسر اللي معايا مش هيبقى مدالي ولا مستخابي آه أنا مش بتاع كرة قدم وكل وكل التحدات زي ما حناك تفضلت بتشكو من هذا أنا مش كرة قدم عشان يبقى عندي ملايين بل مليارات يعني لا 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 وعلى فكرة احنا احتياجاتنا بسيطة جدا يعني أملنا بسيطة بسيطة زي ايه دكتور أحمد؟ أهم وأبرز الاحتياجات اللي بيحتاجها للتحاد علشان يكون فيه دعم ليهم وللأبطال اللي بيمرسوا الرياضة دي اللي أو يعني يعني مش عايز اقول لها حيك ببساطة اللي قد كده الأدوات مكلفة لأن كل الأدوات احنا بنبعب بجول بول الجول الكورة نفسها آه بنستوردها الماسك اللي هو غطاء العين اللي بنبسوا اللاعب شوفناه في تاريب طبعا آه كل أدوات اللعبة دي مستوردة آه أنا مش عايز اقول لحضرتك إن احنا عملنا يعني احتفالية غير عادية لما اشترينا مرمى آه من انجلترا مرمى له يعني إمكانات خاصة لأن اللعبة برضو شوية صعبة آه أدواتها لازم تكون آه محددة ودقيقة المرمى كلفنا استراد آه ستين ألف جنيه طب ستين ألف جنيه دي أنا آسف يعني آسف مش رقم في بيزانيات اتحادات تانية طبعا حبيبك ومع ذلك احنا عملنا حفلة يعني بقى عندنا آه حاجة عظيمة قوي إن احنا جبنا المرمى لما بجيب الكور آه الكور غالية بس غالية يعني إيه؟ يعني الكورة النهاردة مثلا آه ممكن تقف بحدود آه خمس تلاف دولار بتقريبا آه آه آسف آسف خمس تلاف جنيه مصري آه آه طب أنا بحتاج قد إيه كور طبعا مثلا مئة كورة في السنة آه يعني بتتكلم في إيه؟ في نص مليون جنيه آه في نص مليون جنيه يعني أحراك متخيل كريمبي هو دا رقم هو دا رقم لا أنا بالنسبة لي دا رقم مرعب آه لكن بالنسبة آه لأندية تانية وألعاب تانية ومنتخبات تانية أنا مش عايز أتكلم يعني يعني بيروحوا عمتخل دا رقم لأن إحنا محتاجين ما بيحققوش إيه؟ ما إحنا محتاجين نتكلم بالعكس إيه؟ لأن في دور وطني لازم تقوم به كيانات المصرية الكبيرة تمام يعني دا 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 حق أصيل من حقوق أبطالنا دول يعني إذا أنا نما أقول نص ميليون جنيه عشان يجيب كور اللعب اللي تساعدني وانديتي في السنة آه دا نص ميلي دا مش رقم هو بالنسبة لي أنا طبعا دا شيء دا دا معقد جدا رقم معضل يعني لكن بالنسبة اللي الإسبون responsibility أنا أأسف يعني بالخمسمائة ألف دولة أو له نص ميليون يعني well يعني يعني مش حاجة بالنسبة لي خلاص وبيديهم لناس ممكن جدا ما يكونش ما بيدلوش التارجة المطلوب لأ أنا بديهولك لأن أنا بجيب لك بطلقات أنا بطل أنا ولادي بيرفاع على مصر ولادي بيسمعونا السلام الوطني ولادي بيطلعوا بره مصر يشرفونا بلمازج محترمة لكن ده ما يمنعش أن وزارة الشباب الرياض حقيقة يعني من الدكتور أشرف والزمرة كلهم المتعاونين أو المعاونين معها في الوزارة حقيقة مش سايبنا ومش نعلم الله لكن بارح كلهم موجودين معنا دكتورة سونية الدكتور محمود عبد العزيز الدكتور رحمة الشفعي يعني مش سايبنا دكتور رحمة الشيخ دكتور رحمة كمان في نقطة مهمة جدا خلينا برضو يعني ننظر لها بعين الاعتبار مؤخرا في السنوات الأخيرة شايفين طبعا الدولة والقيادة السياسية بتهتم بالأمور الخاصة بذوي الهمم يعني ممكن نبص لها بس تفاؤل كده ممكن يبقى شايف المستقبل ازاي سواء لجول بول المكفوفين وسواء كمان لرياضات المكفوفين بشكل عام اكيد هيبقى فيها تطوير خاصة ان بقى فيه سبوتلايت او بقى فيه تركيز كبير جدا من الدولة المصرية على دوي الهمم ده صحيح يعني انا موافع جدا انا كلام حضرتك وثمينه لان بالفعل فيه زي ما حكي قلت ببساطة كده يعني بقى فيه سبوت على الرياضات ديت واحنا حاسين به احنا حاسين به لكن معلش مش كل حاجة الدولة مش كل حاجة يعني الجهات الرسمية انما المجتمع المدني ده دوره ده دوره البلد ديتك كتير يبقى اديها اديها في ولادها بقى اديها في ابطالها اديها في النمازج الرائعة اللي بتطلع تشرف البلد فده يعني لا يقلل من شأن الوزارة او الحكومة نا ابدأ بالعكس هم الناس يعني مش مخليين لكن هناك حاجة شديدة ومريحة للمزيد لازم لازم واحنا زي ما قلت لحضرتك يعني مش محتاجين انا مش محتاج المليارات مش محتاج المليارات انا قلت علىك مسأل بسيط يعني مع احترامي وتقديري الكورة كورة الخدب الكورة نفسها البول نفسها ممكن النادي يصرف بكام الف كور في السنة انا بقولك ده انا بحالي على بعض كده من اسوان اسكندرية بأنديتي منتخبي انا انا عايز نص مليون في السنة للكور دي مش اكتر من كده الوزارة بتوفر لي قدر ويشكروا عليه انا بقولها بصدق وهم يعني يعرفوا كويس جدا وانا اللي يعرفون يعرفون كويس جدا حدثك يا دكتور حيات كلمت بشفافية يعني كبيرة جدا ان شاء الله الصوت يوصلوا لك احنا عشان وقتنا محدود جدا بس قبل ما ما نختم الفقرة كابتن عمر مهم جدا نعرف منك احلامك للفترة اللي جاهز احنا ما تكلم بس معاك لا وصل على الموطن اللي فاتت دي اه يعني احنا عندنا ضعف في امكانيات الفلوس يعني احنا اللي معادنا مثلا دكتور احمد لان احنا بنعتبره كروة لنا بس احنا عاديين انشان بنحبه بنحبه معظم الناس بس احنا كلعيبة الموضوع صعب يعني فيه لعيبة مثلا منتخب مصر ربما اصعدوش كاس عالم بياخدو ملايين احنا كلعيبة منتخب بنسعد كاس عالم وان شاء الله نسعد بريس بس ما فيش امكانيات اصلا ما فيش فلوس احنا مخدناش لعبنا 2021 خدناش مكافأة فمنين اصلا العد اللي احنا نفضل مكملين ولعب افروكية التانية ونسا مخدش فلوس احنا البارح اخدنا بطولة وتقريبا ان اتحاد صرف كتير في بطولة الاهرامات وشبه اصلا ممكن يعني مكافأتها تبقى بسيطة ولو اخدنا اصلا لما فيش فلوس والاتحاد بصعم عمر واضح لي مكافأة عمر ما دقاش على الهو احنا فليمكنيات الملف ده اصلا دكتور احمد ملف شائك قوي مليان تفاصيل كتير والحقيقة يعني في منطق غايب الى حد بعيد فيما يتعلق بالتعاطي مع اتحاد زي الاتحاد اللي حدك متولي رئاسته فاحنا نستأذمكم ان انتو يعني ان شاء الله قريب جدا ان تيجوا تنورونا نستكبر الحوار ده عشان برضو نلقي ضوء على المزيد من التفاصيل والنواقص اللي انتو تستحقوا اللي هي ما تكونش نقصة اللي هي تكون كاملة نتمنى كمان الاهلي والزمالك والانديال اللي هي الجمهارية دي ليه يعني تعمل نوادي لعب كورة الجرس لاني تتشافه اكتر لاني لو الانديال جبه دي دخلت في اللعبة دي مثلا وعايزي على كونت لعلي كونت لعلي بسم الله ان شاء الله نورت قناة الاهلي وان شاء الله ان شاء الله احنا بقناة الاهلي هتتأكد ان كل الفعاليات وكل البطولات اللي جاية هنغطيها باستمرار ان شاء الله الاهلي نادي الاهلي زي ما انت بتقول كده كابتن عمر اكيد لو نتمنى اللي احنا نلعب في نادي الاهلي مسلا لاني حتتشاف البطولات كمان حيزيها البطولات فهتتشاف اكتر فهو دايما بيبقى ليل صبك في كل ده نورتونا وشرفتونا منشكركم على وجودكم وعين